السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم على بركة الله سنحتم لكم طريقة تحضير دجاج مشوي في الفرن بنكهة الفحم أو بنكهة شواء بنسبة لمقادير سنحتاج أفخاد دجاج أو دجاجة كاملة أو أطرف ديال الدجاج حسب الرغبة يكون دجاج مغسول مزيان ومقطر زيت زيتون ما يعادل ثلاث ملاعق من الزيت سنحتاج بصلة صغيرة مبشورة في مبشرة غليدة كما يبال لكم إضافة ملعقة كبيرة من البقدونس والكسبرة سنحتاج قطعة من الفحم قطعة صغيرة من الفحم بالنسبة للتوابل سنحتاج ملح إبصار كركم زنجبيل وسماك سنحتاج كذلك ثلاثة الفصوص من الثوم صغيرة أو فلصين من الثوم حجم كبير يعني كبير ونصف عصير نصف حامضة أو ليمونة الحامضة بالدريجة المغربية والليمون باللهجة الثانية هنا بالنسبة للدجاج كان نحتفظوا بالجلد ديال الدجاج كان قوموا بعمل فتحات في اللحم أو لتقوب يعني كان نزولوا الجلدة بجنب وكان عملوا فتحات كما يبال لكم هنا نزول الجلد من بعد غادي نعمل فتحات في اللحم هنا ضروري تبقى يعني الجلد ديال الدجاج من بعد ما يطيب ممكن أنكم يعني تزولوا كان وضعوا الدجاج في واحد الإناء ديال الززاج أو لصينية اللي غادي تدخل الفران هنا ممكن أنكم تخلطوا التوابل كلها وتحضروا التتبيلة عدم نبع تنقوا في الدجاج أو لا كما أنا استعملت نيشان غادي نضيف توابل وغادي نضيف ما يعادل زوج حتى الثلاثة دلمعالق ديال زيت الزيتون ما تنسوش أنه هنا الجلدة ديال الدجاج يعني كتحتوي على الدهنيات ما ليش نكترو الزيت يعني تقريبا زوج دلمعالق نضيفوا العصير ديال نصف حامضة أو الليمونة هنخلطوا التوابل كلها نحضروا التتبيلة هنا ما ليش نستعملوا نهائي الماء لأن أصل البصل يحتوي على نسبة كبيرة من الماء وغايت لقل المديله إضافة الدجاج هتا هو هنخلطوا التتبيلة غنطبلوا بها الدجاج مزيان غنضعوكوه مزيان مزيان بعد التتبيلة هذي غادي ندخلوا التتبيلة في الفتحات اللي عملنا أو للشقوق اللي عملنا بسيكي غادي نوضعو كمية لبأس بها من تتبيلة ما بين الجلد ديال الدجاج وبين اللحمة هنا بعد ما ارتاح الدجاج كيرتحت قريبا خمسة ديال الساعات أو لليلة كاملة يعني كل ما ارتاح كل ما كان مزيان ما يبلكم تتبيلة يعني كلها تحطيناها ما بين الجلدة وما بين اللحم ديال الدجاج بالنسبة بالنسبة لقية لقية الفحم غادي نستعملوها من بعد من شي دابا يعني في المرحلة الاخيرة غادي نغطيو هاد الان سواء بورق غدائي أو ورق الألمنيوم أو يعني أي حاجة مهم تبطيوه باش يطيب يعني مزيان كندخلو الفران بعد ما يعني كيقرب يطيب كنعملو هنا كيبلكم النصينية يعني وجدت الفحم كنعملوها على النار حتى كنتحمر مزيان كنأخذ واحد الكمية من الزيت ديال الدجاج أو الدهنيات ديال الدجاج كنعمل فيها كنعملها في واحد اليناء وكنعمل لها الفحم وكنسد صينية مرة تانية كنخليها مغطية حوالي تقريبا 10 دقايق أو أقل حتى تشبع الدجاج مزيان بالريحة أو لبنكهة ديال الفحم كنقدموه الدجاج مع الرز أو مع صلاة يعني كن أفكار كتير لتقديم ديالو كنتمنى أن الفكرة تعجبكم وأن كم تجربوه شكرا لكم وشكرا على متعبات كن موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا